طبعا الفكرة اللي في دماغ الناس عن الأسنان فكرة وقعية جدا طالما الأسنان جيدة وقوية الصحة أكيد في حالة متميزة وحالة جيدة ولعكس لو الأسنان ضعيفة دلالة على أن الجسد كله ضعيف الأسنان الضعيفة الأسنان الهشة دلالة على أن العظام ليست بحالة جيدة الجهز الهضم لن يكون جيدا ولذلك الاعتناء بأسنانك اعتناء بجسمك كله حقيقة هذا المضمون سيعطي أكيد في حلقتنا اليوم مع ضيفة العزيز الأساس دكتور كريم مكادي أهلا بك يا دكتور كريم أهلا بك يا دكتور كريم إيه رأيك في المشهد الكلاسيكي ده أنا موفق جدا على الكلام ده طبعا يا دكتور أيمن خلي بقى يا دكتور أيمن الاهتمام بالأسنان بيدينا فكرة عامة بالاهتمام بالصحة يعني اللي بيهتم بأسنانه معنى كده أنه هو بيهتم بأكله بيهتم بقلبه بيهتم بكل حاجة في جوانب صحته والفم هو المدخل الأساسي لجسم البني آدم يعني أنا عندي أسنان كويسة يبقى أنا باكل كويسة ما عنديش أي مشاكل في الجسم أنا عندي أسنان مش كويسة معنى كده أن أنا عندي فيه هايجين مش كويس يعني فيه بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده معنى كده أن أنا باكل بطريقة مش مزبوطة بتنزل في البطن تعبد لنا مشاكل في الهب معنى كده إن أنا البنيان الجسم كله تهد لو الأسنان مش مظبوطة فأنا موافق جدا طبعا على الكلام ده ولازم كان الاختبار ده يتكمل لحد دلوقتي طبعا آه لا وعلى فكرة ماشي في البلاد الأرياء في البلاد الرئيسية والقرى بيعملوا الحركة دي آه طبعا بيعملوها بس بيعملوها بحرفانة يعني لكن هي بتتاخد وبتتعامل والحياة مؤثرة وصحيحة وساعات بتبقى النتيجة عكسية تيجي البنت تكسر الحاجة سنة بتتكسر حاجة مش جوازة بس جاهز للأبيض والأسود والرمادي ده في أفلام وفي فوزير ده قصص كتير لا 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 فيه بولج تعالوا نشوفوا الأبيض والأسود والرمادي الإنسان بيمشي في حياته رحلة عايز أقول لك إنها رحلة أشبة بتحدي الزمن والمحاولة للحفاظ على أسنان لأنه تبقى كويسة لكن الزمن آسي طبعا الزمن يساوس سنان الزمن يكسر سنان الزمن يصغر حجم السن الزمن يفقد السنان في النهاية المحصلة إنه الإنسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات يلاقي الزمن نالة نالة من أسنانه بطريقة واضحة كلام ضبع دولة سنة والله هو يعني خلينا نعتبره الماضي لأن لو الإنسان بيهتم بسنانه جيدا لو هو مواظب على زيارة الطبيب هو هيقدر يحافظ على سنانه مدى الحياة ولو خسر سنانه في فترة من الفترات نتيجة مرض هو مش بهديه طبعا إحنا ضغوط الحياة كتير جدا فالسكر والضغط بقى الأمراض بتاعة الشعب المصر كلها ولو هو ما كانش عارف لفترة فبقى يعني بقى يوصل لأرقام كبيرة هيبدأ يخسر سنانه بس خلينا نقول إن التكنولوجيا والمهارة والتكنيكس الحديثة خلت إن البني آدم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد آخر عمره يعني مثلا إحنا زي ما إحنا شايفين هنا الراجل ده جي بالصحراء اللي إحنا شايفينها فوق الشمال دي خلينا سميها صحراء وده يعني مع كامل احترام إن هو ما عندوش سنين هو مش قادر يتعايش هو مش قادر يأكل مش قادر يتكلم مش قادر يعيش سنه إحنا طبعا تدخلنا هنا هو بعد ما عملنا الأشعاعات بتاعتنا بدأنا نزرع له الأسنان بتاعته بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جوال الأسنان بتاعته زي ما إحنا شايفين الصورة اللي تحت على اليمين دي الزرعات بعد ما تحطت بعد ما الزرعات دي تحطت قدرنا نحمل عليها الأسنان وخرج بالمنظر زي ما احنا شايفين فوق على اليمين المتميز الكلاسيكي الطبيعي النيتشرال كل حاجة حاجة وده خلي بالك احنا هنا احنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثة خلت مفيش حاجة اسمها عمر في القصة دي ولا حاجة اسمها امراض يعني احنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فترة من فترات ان كنترول ده هو اللي خلاه يوصل للمنطقة دي وقدرنا ان هو دلوقتي بعد ما زبط سكره ان هو يعيش حياته الطبيعية برضو زي ما احنا شايفين البق فاضي خالص مفيش اي اسنان وده برضو كان نتيجة سكر وعدم اهتمام بالاسنان والكلام ده كله وقدرنا ان احنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي احنا شايفينه تحت ده صورة الزراعية اللي فوق دي ده الجسم بتاع الزراعية اللي هو بوجوه الفم ده بنسميها الأباطمنت ده اللي بيتحمل عليه التركيبة بعد كده نادر نقول انه العلم نال مما نال منه الزمج طبعا استطاع ان يسيطر على افعال بشكل كبير جدا زي ما احنا قلنا اي بني قادم من حقه انه يعقب بسنانه طول حياته البردو الPRF دلوقتي مهم في الزراع طبعا طبعا ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعية في حالة ان احنا مفيش عندنا عظم عاصم هروح للأفلام بقى عالا بقى اشوف بقى وريك الأفلام بقى الجميلة بقى مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعة مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعة الدكتور اللي هو بيجيله المريض بعد ما يعمل أشعة مقطعية بيلاقي الجيب الأنفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحته صغير جدا فبيقدر يرفع الجيب الأنفي يحط زراعيته في أمان وسلام ومفيش أي مشاكل ده ده وضع في الاعتبار أي مشاكل مقابلة عظيم مين اللي تقول انه عمل ارتكب الجريمة الكاملة الجريمة الكاملة دي لسكت عندي الأسبوع ده آه جاي لي مريض السنانهم كانت بيوريين صور قبل ما يشتغل السنانهم كانت مرصوصة وجميلة جدا يعني كل التجميل اللي فيها محتاجة إما يعمل شوية تبيض أو يركب فينيرز اللي العدسات الخزافية عليها وخلاص خلصت القصة جي الدكتور أم جايت طاخ 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 حضر السنان كلها وبدأ يعمل عليها تركيبات ثابتة المشكلة مش كده بس انه هو عمل علاج عصب تحت الأسنان دي كلها يعني هو أقنع المريض انه هو يعمل له علاج عصب في الأسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات الدكتور ده أساسا مش دكتور علاج جزور فالنتيجة كانت ان علاج العصب مش معمول مظبوط فالنتيجة كانت إيه؟ المريض جايلي وشه قد بكده فطبعا دي جريمة كاملة من كل النواحي ملتهب أيوة طبعا دي كده عاملة زي ما يكون واحد عنده بيتحل وخالص بيتحل وخالص وفيش اقترح عليك لا ده حد اقترح اللي يقول له لا لا ده بيتك ده واحد شوية نهده لبنيه تاني مثلا حلو كلام راح هددهوله ومش بنهوله بقى ده عمله كارثة طبعا يعني مفيش بونة أساسا لا أساس ولا بتاع عمله وكده راح واحد خلاص السنين كستركتشر من بره وكشال العصب والأوعية الدموية اللي بتغذي السنة فالسنة خلاص وغير كده عمل تحت السنة فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايز وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره هنا ده الفيلم الجريمة الكاملة بس شارك المريض فيها لأنه وافئ طبعا طبعا فيه ان انا اعمل حاجة بيرفكت قوي طب انت بيرفكت لا ده قوي انا عايزي القوي قوي انت مش عايز ايه هو القوي قوي ده احنا هنا هنقول عليه انه هو مشارك في الجريمة بس بالنسبة وليه لي انه هو مش فاهم برضه المريض ده مريضة ولا مريضة 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 اجرسف جدا ودي جريمة يعنى كبيرة جدا هو عمل كده ليه عمل كده عشان لما ييج بعمل تركيبة مش مظبوطة لما ييج بركب حاجة مش مظبوطة بتصرَب حاجة المريض ميقلوش السعة والسكن بيوجعنى لان معنى كلمة السعة والسكن بيوجعنى ده خطة دي جريمة نازية دي كارثية لا أبو أورا عرفتني مين ده بعد الهوى شأنه عرف الهوى يعني هروح أنا أكيد ما عرفوش بس هروح له هجيبه يعني خلينا نروح للمتهم والجاني والبريم جاني متهم أنبريم طيب يعني في هنا جزا جزا متهم وكلام فظيح يعني من يروج أنه التركيب أفضل من الزراعة؟ مش موافق خالص ده متهم ولا جاني بالبريم؟ خلينا نقول يعني أنه هو متهم لأنه في بعض الأحيان الصغيرة بنتضر أنه نعمل التركيبات زي إيه مثلا؟ حد عنده أنت كنترول دايبيتس الرجل مش مظبط السكر بتاعه مش قادر أحط له زرعية لأنه هتفيل لكن لو مظبط السكر طبعا هنقدر نحط له زرعية لأن الزراعات دلوقتي يبقى فيها تكنولوجيا عية جدا زي معالجة السطح زي المعالجة بالجاما ريز ممكن يستخدم البلازمة كل ده هيساعد على ثبات الزراعية مثلا حد عنده مشاكل في الدم حد حصل له ريديو أعمل علاج إشعية أو علاج كيميوي كل الحاجات دي إحنا ما نقدرش نزرع معها فمنضطر نروح للتركيبات الزبتة بينما لو هو ما عندهش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني لما هو كان هيوضط له زرعية اللي هي هتحافظ على العظم بتاعها وهتحافظ على ثبات الأسنان حواليه الدنيا كلها تبقى كويسة زي ما احنا شايفين هنا احنا عندنا السنتين الأماميتين أو لا هنا الأربع الأسنان الأماميتين مش موجودين فحطينا له الزراعيتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعة تقريبا وبعد كده حمل التركيبة دي في خلال الأسبوع نفسه فالدنيا بقى بيمشي زي الفل وما فيش أي مشاكل خالص طيب دي زرعية فورية آه زرعية فورية دي المريض يقدر لو احنا لسه خلعين دلوقتي حالة نقدر نخلع ونحط مكانها زرعية في نفس الوقت ونركب السنة في نفس الوقت المريض بيخرج بالسنة بتاعته فده يخلينا نروح لحتة مهمة جدا لو فيه حاجة لو فيه سنة هوبلس خالص هل أخلاحها وبعد كده فكر في الزراعة؟ لأ أنا مع تفكير في خلعها لازم أكونك بفكر أن أنا هزرع المريض إذن سأذهب إلى الوهم والشك واليقين وهم شك أم يقين موسيقى لو كان عدل الأسنان المفقودة كبير تجميل التركيبة هتكون هي الحل في هذه الحالة أو في حالة فقد أسنان كثيرة دوام ونشك أم يقين لأ هو يعني لو إحنا مفيش حاجة تمنع من الأمراض اللي هي أمراض الدم اللي هي أن كنترول والأل كنترول دايبيتس أو عنده هشاشة عالية مثلا في العظم لا بل حال الأمثل هي الزراعة طبعا لأن الزراعة هي اللي بتحافظ على العظم بتحافظ على سابات الأسنان اللي حواليها بتحافظ على الرصة بينما لو كان عنده مشكلة من المشاكل دي بنبدأ نتدخل بالتركيبات السابتة زي ما إحنا شايفين فيه انهيار في الأسنان الموجودة فوق ده ما حصلش فقد لا ده هنا السنان الكسارت فبنبدأ نبنيها مرة تانية ونبدأ نحمل عليها التركيبة السابتة تحت طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا واللي بينقل بعد كده اللي نسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجودة تحت دي البي ار بي دلوية تقنية رائعة جدا لضمان نجاح عمليات الزراعة أنا موافق جدا البي ار بي من أهم المموائزاتها اللي فيها اللي هي عوامل النمو فيها وعوامل الهيلنج اللي هي الشفاء فيها ده بيساعدنا على إيه؟ بيساعدنا على تحفيز العب اللي هو يبني بيساعدنا على تحفيز الأنسجة اللي هي تبني زي ما إحنا شايفين هنا هو في اللقطة اللي في الأشعة اللي فاتت الزراعات بتاعتنا العظم حصل له ونموه كامل ده في خلال ثلاث أسابيع ودي نتائج مش موجودة يعني ما كانتش موجودة قبل البي ار اف ده حصل كومبليت هييلنج للعظم حوالين الزراعية فطبعا ما أقدرش أستغنى عن البي ار بي والبي ار اف اتلازم عمتا بالمستخرجات بتاعتها ما أقدرش أستغنى عنها عندي بقى فوزير مهم قوي فوزير أستنى بقى ما لقيلك فزلتين حلوين كده عجبني اللعب ده اه لا لا بقى ده الفوزير حلو قوي الفزولة الأول ده مادة اه مادة المادة دي يعني مشهورة جدا ومعروفة جدا اه ناس كتير يمكن متاع ما اجا اقول له باي اه مادة كذا في الأسنان ما يقولش غيرها يعني هي مادة واحدة بس الناس عارفاها كلاسيكين وقديمة من زمان قوي المادة دي ما عرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه 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 انا قصدي على انهي مادة بقى اول هم حذك على تايتينيوم ايه تايتينيوم ايه 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 بتلاقيه بقى تايتينيوم بتايتينيوم هو الجسم بتاع الزراعية هو جسم بتاعيه بروسيسي جمع مطن ليه لان هو بيحفز العضن ان هو يبني عليه هو زي اكتشفوا اسلاً ان تايتينيوم ده هينجح في زراعة مثلاً رجبة مفصل زراعة أسنان من الكلام ده كله كان فيه كانوا عايزين يشوفوا الدورة الدموية بتاعت ارنب فزرعوا كاميرا صغيرة محتوطة في هاوزنج او محتوطة في غلاف معمول من التايتينيوم لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده فمن هنا بدأت السكة دي كلها البرانش ده كله اللي هي الاستعاضة بمستخدمين التايتينيوم وما لقوا ان العظم يحب التايتينيوم بالزبط كده طيب السؤال الجاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه مادة دلوقتي بتحبوها جدا جدا لها فوائد استخدامية جبارة وزي ما بقولوا من دقنه وفتله من الانسان هاي؟ طبعا 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 دي محبوبة الدكاتر يعني اصل دي يعني سهلت كل حاجة اثرت الوقت في كل حاجة عملت النتائج المثالية انا بايخد من جسم البني ادم حاجة بتاعت البني ادم بتساعد ان هو يحصل النمو التام تساعد على نجاح الزراعية دي رافعت نسبة نجاح الزراعية بالنسبة كبيرة جدا رافعت نسبة نجاح زراعة العظم بشكل كبير جدا طبعا الPRF دي من اساسيات طب الاسنان دولارتي الحقيقة انا بستمتق بحوارك جدا حوار سالس ومستمتق بقى انا جيت لك الافلام والفوزية لان دي طلعت ملفات واضح انها بقت انتم اكتير عندكم ملفات عار ملفات جريمة كابلة ملفات منسية ملفات مهمة جدا وبيعجبني فيك انت بتحكي بقى القصة بدقة يعني يعني انت بتيجي وعزاقت في المرات الجاية بقى كل بتيجي في ايدك كريمة تقول خليها يا عم دي خليها ليوم الاتنين جاي نحكي فيها انا عجبني جدا شكل البرنامج بالفوزير والاسئلة دي ده ده وليس؟ بيخلي في حركة جامدة بيننا وبين بعض يعني لا 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 واللي جاي احلى والانتروهات والحاجات اللي بتبقى فاقوله احنا بنعمل بنحاول ان احنا وعايز اقول كمان ان الاعداد ابديتت جدا هو فاهم طبعا عجبني ان هو بيتكلم على الPRF فيه دكاترة دكاترة فعلا كتير ما يعرفوش عني PRF زي حاجة يعني الاستخدام الPRF في زراعة في دكاترة كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده طبعا ما شاء الله انت لورتنا واسعدتنا وانا دايما بقول دائما يعني كل اسبوع وكل يوم بتثبت لي ان اسم يضع بقوة مكانة كبيرة بين الكبار في عالم الاسناء ضيف العزيزة للسيد دكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوة خليكوا دايما مع الناس الحلوة